اعلنت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الامريكية كامالا هاريس امس انها اخترت حاكمة ولاية مينيسوتا تيم والز مرشحا لها لمنصب نائب يرسي الرئيس عفوا ويعتبر اختيار كامالا هاريس لتيم والز نائبا لها في الانتخابات الرئاسية هو اول قرار كبير تتخذه بوصفها مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطية في مواجهة مرشح الحزب الجمهورية دونالد ترامب هذا وشرك والز هاريس في فعالية انتخابية امس بمؤتمر جماهيري في مدينة فلادفيا بولاية بنسلفانيا ومن المنتظر يظهر معها في سبعة ولاية متأرشحة خلال الايام المقبلة